بات تصليح المقدسي لمركبته في الضفة الغربية جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس الفعلي بعد حظر شرطة الاحتلال تصليح مركبات فلسطيني الداخل المحتل في الضفة الغربية الأحدى المقبل تعد بلدة وبتونيا بين مدينتي القدس ورامالله مركزا رئيسيا لصيانة المركبات الموقع الاستراتيجي جعلها وجهة للفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل باتت هذه الوراش في دائرة الخطر مع قرار منع المقدسيين وفلسطينيين داخل من تصليح المركبات في الضفة الغربية يعني بأثر علينا بشكل سلبي كتير الاعتماد كله تقريبا على سيارات القدس يعني أكتر أكتر من النص هن بيجينا سيارات القدس قال أهل الضفة معظمهم موظفين وبيجيك بعد دوامه وبيجيك في أيام عطله وكله تقريبا مش زي تصليح الكدس يعني تصليح الكدس كله بيخلص بحاسة هذا بس موضوع انه يخربوا على الصناعية على المنطقة الصناعية على الاقتصاد بشكل عام الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية باهظة هذه هي العقوبة فيما يتذرع الاحتلال بأن أداء العمل وقطع غيار المركبات في الضفة الغربية غير آمن هناك مليون وسبعمائة ألف مواطن فلسطيني في الداخل المحتل تربطهم علاقات اجتماعية ومصاهرة وقرابة ونسب مع أهلهم في الضفة الغربية وبالتالي هذا قرار عنصري وهو شكل من أشكال الاستبعاد المواطنين الفلسطينيين في الداخل في أن يتواصلوا مع الأهل في الضفة الغربية يشار إلى أن قرار شرطة الاحتلال يأتي بالتزامن مع تكرار اقتحام جنود الاحتلال لعدة ورش لإصلاح المركبات في الضفة الغربية ومصادرة مركبات منها بعد العمليات الفدائية الأخيرة من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤية